بانك المعرفة المصري ليه عنوان إلكتروني واحد بنقدر ان احنا نوصله من خلاله www.ekb.eg EgyptianKnowledgeBank.eg عندنا أربع بوابات فرعية بيقدر المستخدمين ان هم يسجلوا عليهم ويستخدموهم الأولانية الخاصة بيه الأطفال ازاي بعندنا طفل مصري شغوف في العلم والمعرفة التانية الخاصة بيه التعليم الأساسي وديه اللي عليها منصة التعلم اللي بتخدم التعليم الأساسي من طبعا من KG إلى K12 التالتة الخاصة بالباحثين الموجودة باللون الأحمر دي طبعا اللي بتخدم القطاع الأكاديمي والبحثي الموجود في جمهورية مصر العربية البوابة الأخيرة الخاصة بالقراء الموجودين داخل جمهورية مصر العربية وأي حد يقدر ان هو يسجل عليها تسجيل الدخول ببنك المعرفة المصري من خلال تسجيل الدخول هنا بشكل بسيط جدا بنقدر نحن نضغط على تسجيل الدخول نحط البيانات الشخصية البسيطة بتاعتنا اللي هي منها البريد الإلكتروني طبعا بنطلب هنا إنشاء حساب جديد أول حاجة وبعد كده بنحط البيانات البسيطة اللي هي زي الإسم الأول الإسم الثاني تاريخ الميلاد الرقم القومي بس قبل كده لازم نختار أنهي بوابة مناسبة لنا إحنا محتاجين إحنا نسجل عليها لو أنا اخترت إن أنا محتاج إن أنا أسجل على بوابة التعليم الأساسي أو التعليم المدرسي طبعا هيطلب مني البيانات البسيطة الخاصة بالطالب اللي هيقدر إن هو دخلها علشان يقدر إن هو يسجل على بوابة التعليم الأساسي وكل واحد بيسجل على بوابة بيدخل على البوابة دي بس عشان ما يبقاش confused بالمصادر التانية الموجودة على بنك المعرفة المصري يعني لو أنا كنت بسجل على بوابة التعليم الأساسي هشوف بس المصادر الخاصة بالمدارس لو أنا بسجل على بوابة الباحثين هشوف بس مصادر الباحثين لو أنا بسجل على بوابة الأطفال هشوف المعلومات الخاصة ببوابة الأطفال طيب لو أنا خلصت عملية التسجيل وعايز أرجع تاني لبنك المعرفة المصري علشان بقى أعمل اللوجين بعد عملية التسجيل بشكل بسيط جدا بنقدر إن إحنا ندخل على البوابة اللي احنا مسجلين عليها مثلا بوابة الطلبة في التعليم الأساسي من K2K12 بندخل على نظام إدارة التعلم بشكل بسيط جدا وبنشوف ايه المصادر الموجودة اللي بتخدم الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة طبعا نظام إدارة التعلم ده موجود باللغتين العربية والإنجليزية نظام إدارة التعلم بشكل بسيط جدا زي ما حضراتكم شايفين معتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيسمح لي أن أنا أبحث عن الليرنج أوبجيكت اللي أنا محتاجه بشكل بسيط وفي نفس الوقت بيديني كل المصادر المفضلة ليا سواء في اللغة العربية التاريخ الجغرافية الأحياء الكيمية الفيزية كل المواد اللي بيدرسها الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة لو أنا قلت مثلا اللغة العربية بيبتدي يديني بقى كل الصفوف اللي موجودة فيها الليرنج أوبجيكت المختلفة طبعا كل حاجة حضراتكم شايفينها عليها لوجو الوزارة ده بيكون الكتاب بتاع الوزارة لكن عليها لوجو تاني مثلا ده لوجو نهضة مصر معناها أن دي المصادر الإضافية اللي بتوفرها لنا نهضة مصر بناء على الستاندردس اللي الوزارة محددها وزي ما أنا عندي اللغة العربية أقدر أن أنا أشوف المصادر الأخرى لو أنا اخترت مثلا الكيمية بلاقي أن هي متوفرة مش لكل المراحل لكن إحنا دلوقتي بنوفرها للصف الأول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي لأن هما دولة اللي خادوا التابلتس وبيقدروا أن هما يستخدموها بشكل بسيط وزي ما حضراتكم شايفين برضو نفس الفكرة الخاصة بالمصادر موجودة بشكل بسيط مثلا طاقة الرابط والتغيرات اللي بتحصل نقدر نحنا نشوفها بشكل بسيط كده ده الأوثيرينج أو التأليف حصل من بريتانيكا بريتانيكا هي مش موسوعة بس لكن هي كمان شركة بتعمل أوثيرينج للليرنج أبجيكتز المختلفة وزي ما حضراتكم شايفين طبعا موجودة باللغة العربية وموجودة باللغة الإنجليزية أقدرنا أنا أحول اللغة من هنا بشكل بسيط لو أنا عملتها إنجليش هديني نفس الليرنج أبجيكت موجود باللغة الإنجليزية عايز أرجعها باللغة العربية تاني ألاقيها طبعا عملية التحويل للغة بسيطة طب نشوف إيه اللي جوا الليرنج أبجيكت ده أو الحاجة إيه هو العنوان بتاعه تاني حاجة مع نهاية الدرس ده اللي هي نواتج التعلم أو الليرنج أوتكمز اللي المفروض الطالب إن هو يوصل لها إيه هي وبعد كده تالت حاجة بيدينا بقى المهمة إزاي الطلبة يتعاونوا مع بعض إيه المطلوب إن المدرس إن هو يعمله مع الطلبة المحتوى بقى نفسه شرح المحتوى مع الجرافز المختلفة اللي بتساعد الطلبة كل طبعا ما بنعمل بنقلب سلايدز بنلاقي المحتوى الخاص بالدرس اللي إحنا محتاجين الطالب إن هو يفهمه عشان نضمن إن هو فهم الليرنج أوتكمز اللي الوزارة محدداها وبعد كده بلاقي مجموعة من الأسئلة الأسئلة دي مش عشان أدي درجة للطالب لكن عشان أطمن إن الطالب قدر إن هو يفهم المخرجات المختلفة اللي الوزارة محدداها عشان طبعا يقدر إن هو يفهمها عندنا التصفح بكذا طريقة على نظام إدارة التعلم نقدر نحنا نستفيد بيه وعندنا هنا قائمة فيها كل الحاجات اللي إحنا نقدر نحنا نوفرها للطالب وطبعا دي كلها كاستمايز نقدر نحنا نغيرها بشكل مستمر ونقدر نحنا نرجع للمصادر كلها بتاعة بنك المعرفة من خلال القائمة لو كان الطالب عايز يزود المعلومات اللي عنده عن المصادر اللي محددها الوزارة نقدر نحنا ندخله بقى على الإنسايكلوبيديز المفتوحة على بنك المعرفة على مصادر أكتر يقدر إن هو يستفيد بيها لو كان حابب إنه يعمل بروجيكت أو غيره من المشروعات الدراسية المطلوبة منه في المدرسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر